اعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلم الحكيم الله بالنسلك ان تجعل هذا العمل في ميزان حسرتنا اجمعين قد الحسر البصري رحمه الله من نفسك في دينك فنفسه ومن نفسك في دينك فالقها في نحره. ان نكلم مرضا ان شاء الله عن الفرق ما بين خلايا حقيقيات حقيقيات النواة وبدائيات النواة. مقابل البروكاريوتس. طبعا يوكاريوتس او بروكاريوتس كل كل كلمة من دول عبارة عن شقين كاريوتس مشتقة من الاسم اليوناني كاريون ودي معناها نوكلياس نوكلياس. والشق التاني اللي هو يو دي معناها true او حقيقي نفس الامر بالنسبة لبروكاريوتس كاريوتس من كاريون اللي هي نوكلياس وبرو دي معناها before اللي هي قبلة شكرا احنا بنقول حقيقيات نواة وبدائيات نواة نخش بقى على الفرق او التشابهات والاختلافات في التركيب ما بين خلايا بروكاريوتس واليوكاريوتس والاول هنتكلم عن التشابه في التركيب طبعا كل كل نوع من هذه الخلايا بيحتوي على دي ان اي. آآ كل خلية من الخلايا تحتوي على سيتو بلازم. نلو تحت كده شوية. كل خلية من دول تحتوي على سيتو. بلازم سيتو بلازم. كل خلية آآ من دول تحتوي على غشاء بلازمي. غشاء بلازمي. كل خلية من هاتين الخليتين يحتوي على حبيبات الريبوسومات. وان كان يختلف في النوع في خلايا اليوكاريوتس آآ من نوع ثمانين اس اما في البروكاريوتس من النوع سبعين اس. آآ في خلايا تحتوي على جدار خلوي. جدار خلوي. خلايا آآ او الخلايا النباتية في خلايا اليوكاريوتس او في خلايا حقيقيات النواة تحتوي ايضا على جدار خلوي. يبقى يبقى جدار خلوي ده موجود في الخلايا النباتية او مشترك ما بين الخلية النباتية وخلاية البروكاريوتس. طبعا الخلايا اللي في الصورة دي خلية آآ دي خلية حيوانية مش خلية نباتية. آآ ايضا هنلاقي فيه تشابه في ان الخلايا الحيوانية قد تحتوي ايضا على الصوت. تحتوي على الصوت. او في لا جلة من نفس الامر بالنسبة لخلايا البروكاريوس يبقى دي كده التشابهات ما بين خلايا البروكاريوس واليوكاريوس تشابهات مش كتيرة لان الاختلافات ما بين النوعين اكتر عندنا عدد الخلايا في خلايا حقيقيات النواه بيكون متعددة او نقول ان خلايا اليوكاريوس بتكون متعددة الخلايا بينما بدائيات النواه بتكون وحيدة الخلية حجم خلايا حقيقيات النواه بيكون اكبر من حجم خلايا بدايات النواة اللي بيكون اصغر الكائنات اللي بتحتوي على خلايا حقيقيات النواة او اليوكريوتس هي الحيوان الحيوان والنبات ده كده بصفة عامة الكائنات اللي بتحتوي على خلايا بدايات النواة او البروكريوتس هي البكتيريا والعتائق او الاركيا النواة توجد في خلايا حقيقيات النواة يبقى النواه موجودة ومحاطة بغشائين لتنم مع بعض احنا بنسميهم نوكليار انفلوب او الغلاف النووي النواه لا توجد او غير موجودة في خلايا بدائيات النواه المادة الوراثية منتشرة في السيتو بلازم وبتجمع في منطقة المنطقة دي احنا سميناها قبل كده باسم نوكليايد نوكليايد كلام جميل الDNA في خلايا حقيقيات النواه موجود وبيكون متحد مع بروتينات اسمها الهيستونات عشان يعمل له باكينج لكنه في الوضع الطبيعي بيكون في الصورة الانيار اما الDNA في بدائيات النواه بيكون موجود لكنه ما بيتحدش مع الهيستونات وبيكون موجود في الصورة سيركيولار في صورة مستديرة او في صورة ملفوفة الكروموسومات موجودة في خلايا حقيقيات النواه بتكون موجودة وبتكون متعددة متعددة يعني عندنا الخلايا اما ناتا تحتوي على تلاتة وعشرين كروموسوم او تحتوي على ستة وربعين كروموسوم الكروموسومات بتكون على هيط يعني قريب من حرف اكس بيكون في النص كده في حاجة اسمها السنترومير بينما الكروموسومات في خلايا بدايات نواة بتكون اي نعم موجودة لكنها بتكون كروموسوم واحد كروموسوم واحد لكل نواة والكروموسوم ده احنا عرفنا ان اسمه جينوفور 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 الجدار الخلوي بيكون موجود في خلايا بداية في خلايا حقيقية نواة بيكون موجود وبيتكون من بوليساكارايدز مغموسة في ماتريكس من البكتين والجدار الخلوي أيضا بيوجد في خلايا بدايات النواة وبيتكون من طمقات من مادة البيبتيدو جلايكان الجدار الخلوي موجود في الاثنين لكن اختلف التركيب التركيب في خلايا حقيقيات النواة بيكون بوليساكارايدز مغموسة في البكتين أما في بدايات النواة بيكون عبارة عن بيبتيدو جلايكان الغشاء البلازمي موجود في خلايا حقيقيات النواة وموجود أيضا في خلايا بدايات النواة ولكن فيه أيضا اختلاف في التركيب هنشوفه بالتفصيل أثناء الكلام عن عملية النقل عبر الأغشية العضيات موجودة بالطبع في خلايا حقيقيات النواة وكل عضية ملفوفة أو محاطة بغشاء أو غشائين عشان يعملها عملية التقسيم اللي هي بتهيئ لكل عضية الظروف اللي تخليها تقوم بوظيفتها بصورة سليمة أما العضيات غير موجودة في خلايا بدايات النواة ما عندكش فيه بدايات النواة ولا ميتوكوندريا ولا بلاستيدات ولا جهاز جولجي ولا لايسوسومات ولا غيرها من العضيات اللي موجودة في حقيقيات النواة التكاثر في خلايا حقيقيات نواة أما أنه يكون تكاثر جنسي عن طريق الانقسام الميوزي أو يكون تكاثر لا جنسي من خلال الانقسام الميتوزي أما التكاثر في حالة الخلايا بدايات نواة بيكون تكاثر لا جنسي أو غير جنسي عن طريق الانقسام الثناء يعني اختلاف في طبيعة التكاثر وفي طريقة الانقسام نفسه هنا تكاثر جنسي خلال الانقسام ميتوزي أو لاجنسي انقسام آسف تكاثر جنسي خلال الانقسام الميوزي أو تكاثر لاجنسي من خلال الانقسام الميتوزي أما هنا التكاثر لاجنسي من خلال الانقسام الثنائي الحركة في خلايا يعني الخلية بتتحرك إزاي الحركة في خلايا حقيقيات النواة بيكون عن طريق الصوت او الاهداب الصوت اللي هو الفلاجيلا او الفلاجيلا والاهداب اللي هي السليا اما الحركة في خلايا بدايات نواية بيكون من خلال الصوت الفلاجيلا فقط وبرضو في اختلاف في التركيب يعني الصوت في خلايا حقيقيات النواية بيكون امتداد للسايتوسكليتون سكليتون او من نفس المادة اللي بتكون منها السايتوسكليتون اما الصوت في بدايات النواية فبيتكون من بروتين خاص اسمه فلاجيلين واتكلمنا عنه قبل كده ده كده التشابه والاختلاف ما بين خلايا بدايات النواة وحقيقيات النواة المرة اللي جاءة ان شاء الله هنبدأ الكلام عن موضوع جديد جدا وهو الجزيئات البيولوجية واثناء الكلام عنها هنحاول نعمل فيديوهات عملية عن علم الخلايا الحية عشان يبقى الموضوع مكتمل اكتر سبحانك الله وبحمدك نشهد ولا لا اله الا انت نستغفرك ونتوبه لي